اول تعليق من الطبيب المعالج لوائل البراشي قبل وفاته وخصوصا بعد ما كتاب له روجيتة اللي هي روجيتة عجوبة وكان حبيب ان هو يعمل شو واقنع ان هو يتعالج في البيت ودى له اقراس كانت من اختراعه يعني كان عامله حقل تجارب علشان يجرب عليه الاختراع بتاعه اللي كان بيقول له ان القراس دي هتمشي عليها وفيروس كورونا هينتهي من عندك في خلال اسبوع لكن تبين بعد كده ان الدكتور ده تخصص كبد وجهاز هضمي وطبعا هو مفروض كان يروح على دكتور امراض صدرية لكن مش عارف صديقه مين اللي قاله ان هو يروح يكشف عند الدكتور ده وهو ما راحش للدكتور ده الا بناء على نصيحة صاحبه ليه والكلام ده اللي اكده الصحفي خالد منتصر خالد منتصر نزل مقالة على فيسبوك وقال ان واقل الابراشي لما جاي يدخل المستشفى كان من 60% ل 91% من الرئة كان موجود فيها تلايف وتفاجئ بالكلام ده لما دخل المستشفى وده كانت نتيجة ان هو عامله حقل تجارب بيجرب عليه البرشام او العلاج اللي هو الده الواقل الابراشي وطبعا صحر احمد اللي هي ارملة المرحوم الاعلامي واقل الابراشي تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الطبيب المعالج اللي بالمناسبة اسمه شريف عباس اللي كان حابب ان هو يطلع يعمل شو قدام الناس وان هو جاب الدب مندير وزي ما احنا ما بنقول ومش عارف ايه اللي جاب القلعة جنب البحر ايه اللي جاب القلعة جنب البحر ده دكتور جهاز هضمي مال ومال الرئة وده مش تخصصه ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا بوجودك في القناة